اشتركوا في القناة موضوع مهم جدا الحقيقة النهاردة أثير عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين بيحذر من خلاله بعدم الانضمام لفرق الدولي المصري بسبب الأزمات التي تعاني منها اللاعبين مع أندياتهم فيما يتعلق بالمستحقات من المتسبب في هذا الرأي والإحراج الكبير اللي احنا فيه بعيدا عن النادي الأهلي اللي هو الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله وحنا مش بنقول كده عشان جوا النادي الأهلي معرفش برضو رأي حضراتكم ايه ولكن عايز لو تفكرون ايه بمشكلة حصلت للعيب أو لمدرن لا لكن حصل أن النادي الأهلي على مدار اليوم يعني أغلب الزملاء حاولوا أن النادي الأهلي يقول بيان وكأن الحكاية عندها بعينها فالنادي الأهلي أكد ما هو مؤكد ألا وهو ليس الأداية أساسا أي تبادل لا للشكاوى ولا حضرنا جلسات استماع ولا غرف مغلقة وبالتالي لا مكان لأن يخرج النادي الأهلي متحدثا عن أي ما يسيء العلاقة بينه وبين نجوم محترفين لا مصريين ولا أجانب لأن ده كل شيء بيكون موثق بل على العكس توجد شكوى من النادي الأهلي ضد اللاعب عبدالله السعيد واتبع فيها النادي الأهلي الإجراءات القانونية بل على العكس لغياب ما نقل من أوراق عبر اتحاد الكرة المصري كانت الغرفة بتاعت المشهورة بتشعر أن وراء الأهلي منقوص لكن الأزمة أن الأهلي هو المطالب يعني مش الأهلي مطلوب منه وبالتالي النهاردة عاش اسم الكرة المصري لأنه مصر أكبر الحقيقة من سكان خمسة شرق جبلها ده شيء بقى انتهينا منه اللي حصل ده يخليهم يقولوا شكرا إحنا أسفين يا كرة مصرية نحن نغادر لأنه كل اللي حصل ده معناه أنك كنت تعطي معلومات مضللة ده لسه بقى يعني الكرة الثلج بفضائح كروية أخرى ستتواصل لأنك بتعطي معلومات مضللة أولا للاتحاد الدولي فيفا أساسا ثم معلومات مضللة أخرى للاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين الذين أثبت محموم أنهم لا يمكن أبدا أنك تكون محل ثقة وأنت التحاد أهلي تدير في كل الأزمات كنت تؤكد بإشارتك الدائمة العقد صحيح ويمكن ده كمان جزء في موضوع كهرباء وما خرج من اتحاد الكرة بس بمرة هذه للفيفا أن العقد بمسؤولياتنا الحظوظ في هذه الإساءة أنه دايما الاتحادات قرية ودولية بتأخذ بما يطلق بالاتحاد الأهلي لكن هذه المرة كده أصبحوا تحت الرقابة الدائمة كده أصبحوا في الطريق لفضاع أخرى ما أعلموا أن التحكيم سيكون مرصود أكثر وأن بعض الحكام من المظلومين في العدد والجودة والوجود سيبحثوا عن مكان زي الاتحاد دولي لللاعبين المحترفين ودي معلومة وأيضا هناك لعبون مصرين سيتجرأوا لأن ما ذكر فيه السبع خطايا العنيفة الحقيقة مشين جدا أن يوافق اتحاد الكرة على السلام نسخ منقوصة أن يوافق على نسخ فيها ورقة إضافية أن يوافق على نسخ عارفة كابتن لما كنا نهيش مثلا خارج مدنة الذي يذاكر أو يتعلم بره أحمود ما يجي يأجر حتى أوضى يتلاقي أي حاجة فصاحب البيت راجل محترم يوم أعمل لك خط كده كشت و تعديل وكل ده كان لا يراعي أبدا الدقة وكان اسم الكرة المصرية سباة فكان بيأخذ بيه من هنا وطالع وكأنهم أصبحوا تحت الوصاية مرة أخرى شديدة السوق يا كابتن لكن هناك جزء اثنين وجزء ثلاثة بارتوان وطوء لفضائح أخرى طيب وحأخذ بس رأيي الأستاذ محمود ولكن خليني أقول بيان إعلامي خرج من الاتحاد المصري لكرة القدم منذ 12 إيهة يا سلام دلوقتي يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم أنا حقاسف أقوله كاملاً معيش هو طويل بس أقوله كاملاً بلا عكس يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر يؤكد التي إن ثبت وقوعها أكمل ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عدداً من النقاط المهمة بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلاً في نقاط أولاً نوطبقاً للتيم اس فإن عدد الأندية المصرية تمتلك حساباً هي 113 نادي والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية ثانياً الاتحاد المصري لكرة القدم لديه حوالي 268 لاعباً أجنبياً في مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحج بجوازات السفر على مدار الأربع عوام الماضية وكانت بحجة إنهاء الإجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فوراً بعد تدخل الاتحاد ثالثاً لدى الاتحاد المصري عقوداً موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم الموقرة ونعمل بها منذ 2020 رابعاً كون بعض اللاعبين يوقعون عقوداً دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاطق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم أن في هذا الصدد على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء خامساً وأخيراً أن الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقادي التي تمنح كل طرف حقه تبقى للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022 أخيراً فإن الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتاج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم حلوة آخر حاجة خلي بالك هو الأول قالوا ربطة وبعدين قالوا جمعية لا بس حلوة بتاعت الجمعية دي ده جمعية المحترفين يعني ده جمعية المحترفين المقصود بيها ده جمعية المحترفين وهل توجد جمعية المحترفين يتوجه لا هو في الأول بعد الشهر مرة تانية أنا بس عشان رابطة اللاعبين المحترفين في الأول يبدي الاتحاد المصري وانزعاجه شيء من البيان ويودي الاتحاد أنه قد عدد من النقاط بعد التنصيق مع رابطة الأندية ده هنا بيتكلم عن التنصيق مع رابطة الأندية ولكن آخر سطر قال فيه جمعية أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه أي ملاحظة هي جمعية اللاعبين المحترفين اللي هي اللي هي كابتل مجد كابتل مجد عمغاني رئيسها صح؟ طبعا صح كده؟ كابتل مجد رئيسها لم توجه أي ملاحظات للاتحاد المصري طوال الفترة الأربع عوام السنة جميل الكلام ده اتحاد الكرة ده بيان علام احنا كنا فعلا منتظرين يبقى فيه بيان مشترك ما بين التحاد الكرة والرابطة الأندية عشان ترد على يعني عاوز أقول البيان برضو الصادم من لجنة المحترفين أو رابطة المحترفين بالنسبة لللاعبين بأمانة شديدة طبعا الرؤية واضحة ومش بحتاجها تعليقها يعني أعتقد التحاد الكرة سعب في بيانه الجزية مهمة جدا هو ركز على على موقع اللاعبين اللي هو التبادر الانتقال إنه هو ركز عليك بتاعهم في مشكلة ما مش واضح الرؤية بالنسبة له يعني فدي كان يستخدم شكل مختلف فيه دي اللقطة اللي ركز عليها لكن التحاد الكرة يعني في بيانه يا كبه السلام موضحش لهو قال عندنا قضية أو قضيتين أو ثلاثة حتى هو ما ذكرهمش يعني هي قال واحد اثنين ثلاثة طيب قال كمان إنه عنده إجراءات التقادي يريتي قول لها فيها هي بس إجراءات التقادي اللي موجودة في التحاد الكرة عشان الناس تتقادع وترفع عليها قضايا أو شكوها طيب لو اتكلمنا على مجمل القضايا يا كبتن إسلام في الفترة دي مقارنة بالقضايا القديمة لبعض الأندية الموجودة في الدور المصري ربما تكون مش طرف الاتحاد الحالي صحيح وما تكون طرف اتحادات ايه توالت بفترة السابقة تركمت عليها الأهداف والمشهد اللي احنا شايفين بس هو هنا حد بدا أربع آخر أربع عوام أنا بقول لك هو يعني مقارنة آخر أربع عوام بالقاب لا لقابل أكتر يعني ما أنه في حاجات بتتجدد دلوقتي ما حاجات قديمة في 2017 و2015 و2014 و2016 فبتظهر ايه ملامحة تقال كلام والاتحاد الدولي يعمل ياخد قرارات في المسألة دي لكن من خلال هذا ما هي الحلول اللي التحاد الكل أقدمها في البيان يعني هيعمل ايه عشان يصحح هذا المفهوم لدى الربط هو رفض ورافض هذا الكلام ارفض زي ما أنت عايز أن هو ممكن يصدمك أكتر أنه هو يروح منزل لك كل جمل القضايا يعني لو ربط الربط بحترفين أكيد هتعمل كده هتفكر هتقول له هدي قضاياك اهو اضبط خمسين ثلاثين أربعين حصل واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هيعدد لك الحدوتة لكن هل أنت كنت منتظر كاتحاد وكمسؤول عن اللعبة حتى يصدر بيان بهذا الشكل وهناك من حولك نشوف يعني اللي بيحصل في الدور السعودي وتطور المزهل والرهيب والنقلة اللي هتتم خلال السنوات الجاية باستقدام يعني عاوز أقول على مالقة اللعبة لو شكوا على ايه توديع المستطيل الأخضر يعني طبعا دخ أموال رهيبة وكبيرة جدا لأنه في خطة هدفها ربما لا يتحقق لأنه يتحقق مستقبلها نعم هل أنت وضعت ما يحافظ على حقوق اللاعبين المحترفين ولا جانب هل أنت عندك تمتلك حتى في عدد المحترفين اللاعبين المميزين ليهم تقني هنو بعملونك تسويق للدول بتاعك وعملونك سمع عندك شي تقول لها بتبقى حاجات يعني ايه من المتوسط من ايه الكلاس التاني يعني أو التالت كمان في الصورة فأنا عاوز أقول حاجة بلاش من التحاضر الكرة بلاش للتحاضر الكرة أنه يلجأ لبيان يعتقد أنه هو ده الرد اللي شافه على أنت عملت بيان أنا هرد عليك ببيان بكلام أين الحل؟ هو ده الحل يعني إزاي تحافظ على سمعة الدور المصري يعني أنت انزعكت عشان ده أطلاقت ولم تنزعج عندما وصف الدور المصري بتاعك وتم التخليل منه والفي فقال ده أضعف أربع دوريات على المستوى العالم مفيش عريات حركت ولا واحد فيهم ألعيب يا جماعة ما صحش طب لم تنزعج لما تهم الدوري بتاعك بأنه الدوري فاسد طب ما نزعجتش بالتصرحات اللي تقالت مبارح بأحد البرامج أنه لجنة مصابقات فاسدها وأنه لجنة كذا كل الكلام ده لا يؤثر فيك يعني ده كل ده الكلام ده ملهوش معنى مجمل يعني إمتى تتحرك وتحمي يعني مسابقاتك وتديها خصية والناس ما عندها حساب قوي لما تطلع تتكلم أنا شايف أنه بيان لا يغني ولا يسمن من جوع سيبقى الوضع وأنا بقول لك أخشى أنه فاجئنا بأمانة شديدة لأنه خلاص البيان صدر ويتوزع على كل الاتحادات مش هتوزع على مصر يعني كل الناس هتشوف هيبقى عندك مشكلة كل واحدة يفكر ييجي هنا يقول لك لا اعمل حسابي وريني لا اراجع لا اركز لا اقرأ لا اشدد لا اعمل كذا لا هتديني بالدولار ولا هتديني بالدنيه طيب انت عندك ظروف صعبة ومر عليها الوضع المستقبلي بالنسبة للتعاقدات الاجنة هتبقى عاملك شكلها ازاي هتقنع ازاي لعب انك تجيب لاعب اثنين وثلاثة واربعة مليون هتبقى مشكلة بالنسبانك يا كابتن اسلام ناقلت عشان تجيب الدولار في ظل الظروف دي هتبقى مشكلة صعبة فانا شايف كنت أتمنى انو اتحاد الكورة يقول اللجنة الاندية المحترفة يقول لهم يا جماعة والله احنا عندنا ممكن نقعد ونتكلم مع بعض ممكن نطرح مشاكلنا ممكن نشوفنا علاجها يا سيد محمود ما نقول لحضرتك انا كنت اعتقد انه هيقول كده في عالب طبيق وترمخة على مطل ما نقول لحضرتك اهو ما نقول لك اتوقعت ان هو يبقى عنده حلول بدل ما يصدر البيان يرد يعني مقباطوا رأسكوا في الحيط انا مش فارق معاين انتوا بتقولوا لا انا سليم وزي الفل طيب انت سليم وزي الفل ازاي والناس دي كلها طالية يتبرش تكت وحصلت على حقوقها امر غريب يا كابتن اسلام وامره وبأمانش دي احنا بنضحك على بعض نبعات جدا على فكرة عندنا مشاكل على المستوى القاعدة بصورة كبيرة جدا هي مش مجرد اطلاق بيانات وتصريحات انت شوف المجمل الجو العامل انت سايبه وشايفه بص على تحكيم وشوف مشاكله عاملة ازاي بص على المشهد العام يعني بص على حتى اداء المحترفين اللي تعبت معاهم 27 مليون جنيه متأخرات التحكيم للحكاية نا ما انا بقول حضرتك متفوعة مقدما يعني هناك فرق انه معناكش الفلوس مثلا تدفعها دلوقتي فبتقول الله اصبر يا ولدي لكن انت راجل خط الفلوس انا من محمود ادتها الاسلام مدهاش طيب ماشا المحترفين اللي للاتحاد الدولي مماشرة ما هو بقوله هو انا عندي إجراءات تقادي هو في البياني ها رجل تكلمهمش بجد لان مجد عبدالغاني نفسه ها للامانة بق بقاله ستة شهر بيطلب وجود اللجنة اللي هما بيقولوا بالتوافق دي ها فئة ستة محكمين لا في الفضل منازعات بالزبط تبقى ستة شهر بس يعني مش من اربع سنين لا اخر ستة شهر دي بيقول لي شبه اسبوعيا مركز معاهم من كثرة هذه الشكاوة وانه فيه لعبين كانوا بييجوا على عهدتهم بييجوا فيضطر ينيمهم ويأكلهم لان الاتحاد ما بيقولش للنادي بتاعه تديله حقه تمام او يفحص اللي قاله الأستاذ محمود هو ليه حقه ولا ملوش لانه هو مش عايز يدخل حد الاتحاد خلي بال حضرتك يعني عايز يعمل لجنة ثانيا الاتحاد الدولي للعبين المحترفين بيوزع على كل الجمعيات اللي زينا ثم على الجمعية ما هو فيه جمعية أفريقية في الآخر اللي هو اتحاد أفريقي اللعبين المحترفين فانت بتعمل للكرة المصرية هز عنيفة سنانا ما يقول حلقة واثنين ما يصحش لان الملف مليء الملف بالنسبة مليء فين الملف يا سوز أسمعك عندك الناس لا كله يترصد في ثانية من محمينهم والأخطر ان المحمين دول قدموا ده بقى الكلام اللي مش هيحصل فيه نقعد ونتكلم لأنه هو أصلا كل اللي كان بيبعثه كما فعل فيه أشياء كثيرة مع النادي الأهلي عشان بس انا عادين هنا فهي جات كده أنا مش مدافع عن النادي الأهلي فلما يسأل للاتحاد الدولي يبعث لقول له لا لأجراءات سليمة البخت بقى انه الاتحاد الدولي او القرر بياخد منين من الاتحاد الأهلي ما بياخدش المراضي هذا الاتحاد المعرف باسم اتحاد اللاعبين المحترفين قرر انه ما يسمع لهمش هم تاني ليه كل محامي رايح جاي هو فاكر المحامين زي هنا اللي هو بمشاكل يجب من المحضر كده رقم مخلصنا اه هو جاب رايح وجاب مشاكل بالظابط وبعدين حل ما فيش حل معنما هو يقول له تحلت يا فندم الخلط بين ادارة محترفة ومسميات هو قس كل ما يفعلوه من تبويز للكورة المصرية هل تعلم ومحدش يزعل مني انه النهارده لما تعمل صندوق نادي بينافس على الصعود ولا يلا بينافس على الهبوط يتبرع بعشر مليون يعني كيف تجروا انت امتد دياتك لمثل هكذا اموال من نادي منافس عندك ازاي الصندوق ده بسندوق رجال عمال مش كده سحمود شركات مدري ايه ابصر ايه بالضبط تحطها على تذاكر المباريات تحطها على البث التلفزيوني انت لا تخرج حتى لتدافع عن المجيدين انت بتسيب الناس تقول ان الفلوس تجمع اتحاد سوفيت زمان والبث يتوزع والمعلنين يتوزعوا ناس انه هناك ارقام اللي عايز بقى لستاذ محمود وحرفية واحتراف والليجن دي بتجتمع يعني ايه طلع بيان انت ليه ما تقعدش بكرة وتروح عامل مؤتمر صحفي وتروح جاي جاي بالحالات بص اتعاد دولة يلعبين محترفين بعد اذنك السوزع صاب السوزع صاب يقوله يا جماعة ده كلام مهم جدا ارجو على فكرة احنا مش ضد تحكرة القدر خالص احنا بنقول لحضراتكم ان احنا منظرنا وحش عايزين نحسن منظرنا فالكلام اللي الاستاذ محمود والاستاذ عصاب يتكلموا فيه بقى لهم تقريبا تلت ساعة الكلام ده واضح ايه المشكلة لما يحصل مؤتمر صحفي يطلع في الاوراق فكرة رائعة حدرك بتقول هنا على حسب البيان اللي طالع من الاتحاد الدولي يعني من الاتحاد المصري قصدي البيان الاعلامي بيقول ايه بيقول انه مش قادر يقوله كذب ده عمال يلف الالفاظ غير صحيح انه تبقى تبقى الاتحاد المصري لدى لدى الاتحاد المصري عقود موحدة بعض اللي يوقعون عقودا بيقول ان هي حالتين او ثلاثة واسمهم وعنوانهم وانوانهم وطبع نادي ايه وطبع نادي ايه والكلام اللي حضراتكم كتبينه ده كله يجب ان يكون يعني محترامي للجميع كل واحد ليه وثيقة صحيح مفروض انا مسلا لما باجي اطلع يا انت وديتحك على مين يا كابت الاسلام يا انت لما تقول لحالتين ثلاثة تحك على مين اه جمهور الاهلي مسلا لما باجي اطلع اتكلم مع جمهور الاهلي بيعمل ايه لازم يبقى معايا براهين ودلائل عالكلام اللي انا بقوله مع انهم يعني جمهور الاهلي كله عارف ان الكلام احنا بنقوله ان الاهلي ملوش علاقة بالكلام الانهاردة مثلا جبت ايه تصريحات الناس ويبتتكلم عن الاهلي مدربين السابقين مدربين الفنيين السابقين اللي مشوا سواء مسيماني سوارج مقلتش بقى قالولي لا مقلتش قالولي ايوه صح مقلتش انتم مش عارفين ان دول بيحبوا صحف مصرية وغير مصرية خلي بالك فانا يعني دللت على كلامي فمحدش يقدر يجي يقولك ايه انت عام اسلام بتقول اي بطاط اي كلام لا لكن ليه حضراتكم ما تدللوش على الكلام اللي حضراتكم الرائع احنا مع حضراتكم في الكلام ليه لم يتم التدليل على هذا الكلام من منطلق المحافظة على شكل الكرة المصرية يفترض انه موثق يفترض ان الثلاث وقاع صبري الشاطر شلتوت دول اللي عليهم الكلام زي ما هو قال يشترط لما يعمل المؤتمر يقول هذا الاول زي الفيلب بتاع عنوار واجد الله ارحمه زمان الثاني الثالث الرابع ده في كل الاصلاة هو عامل خمس نقط يا استاذ عصاب النقطة الاولى انه تبقى عندي 13 نادي تمثل انديتك ولذلك لا يوجد اي حاجة للتحايل عمل على عملية استقدام البطاقات الدولية فمعنى كده ان في ازاي وهو قبل كده قال في لعيبة لقد يعني اخمدت السيوف ورفعت الاقلام وانتهى الوقت الساعة 12 بعد شهرين تسجلوا الا انت كنت حاجز مكان على التيمس خلاص ثانيا على رأيك الاتحاد المصري ده 288 لاعب لم يصل لنا سوى شكوتين شكوتين بحجب جوازات السفر طب ايه هم الشكوتين محدش قال لنا ومين هم الشخصين صحيح مشكلة هل الكلام ده هل الكلام ده ممكن يكون في منطلق ان انت بتوفشي اسرار انا معرفش انا بكلم بجد انا بحاول اوصل لحل اصلاع مليه طب ثالثا لدى الاتحاد المصري عقود موحدة تم اعتماد هذه واضحة رابعا كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا هنا بيقولك انا مليش علاقة انا بيقول للعيبة اعملوا كذا وكذا دي مصيبة من نبي وفع عندها شوية استوب رابعا نكون بعض اللاعبين يوقعون عقودا بدون تحديد القيمة او المدة او العملة فهي تقع من يقدر يعمل الكلام ده خلي اللاعب يعمل انت ازاي موافق على حالات انت اللي بتقولها لنا هو هو انت دي اراطيس ترمس ده الورق ده بييجي عندك بتعتمده ازاي بتعتمده ازاي تقول له يا ابن انت ما دي سايب صفحتين فاضين بس خش يمضي يعملك ايه ده ينفع الكلام ده ده اما الكلام منطقي لا حاول اقتل لا بالله بقول لك يا كابت الاسلام انا بحاول اجيب ايه كابت الاسلام عارف انت واحد جرح جرح مشاعرك اه انت قاعد مستني مستخبي وشايف اللي بيحصل عواليك فمش عارف فراحوا ده لك ايه طب خلاص بقى لا خلاص احنا تعبنا راح طالع بيان خامسة انا بقول لك اهو خامسة طرف حقه تبقى لللاقيحة للاتحاد والمعتمدة من الفيفا فاريتي وررنا اجراءات التقادي فين وفي الحالة دي يحاكم الناس اللي خادت احكام على الاندية خلال الفتر اللي فاتت انه هما ما جونيش طب الناس انا عاوز اسأل سؤال يعني انت بتضحك على مين ما عاوزين نفهم برضو هنا بقى وانت بتكتب اه استاذ محمود وانت من اصحاب القلم والضمير وانا كذا هسيدي الناس تفترض فين لما تقول كده ان لدينا من اجراءات تقادي لازم ترى عامل نقطتين فوق بعض مثل واحد صح تلجأ للقوضة اللي على يمين اتنين بعدها تخش للدور التالت تلاتة تنزل البدرو اربعة تخش لدينا من الاجراءات طيب صحيح استاذ عصام ادوا لحضراتكم الحل استاذ عصام قال مؤتمر صحة في بكر النهاردة بشكل عام حضراتكم وضحتوا الامر خلينا برضو نمشي مع الاتعاد انا معاه حضراتكم وضحتوا الامر مظبوط من خلال هذا البيان الصحفي العام او البيان الاعلامي العام لكن لازم ينتهي بي يبقى بكرة حضراتكم ينتهي بي وغدا او يوم يعني بعد يوم السبت اي يوم يستسمى برضو ما يبقاش ايه وفي احد الايام سنزبت لكم لا ستكون هناك ردود توزع على السادة الاعلاميين والمنصات والصحف او المؤتمر ما هو المؤتمر يوزع خلاله الاوراق عشان تنشر للناس احنا حطنا الكلام وننتظر الحل الحل حطناه وننتظر الاجابة هل سيكون هناك مؤتمر صحفي لرد على كل هذه الامور من خلال امور بعينها دلالات حضراتكم بتقولوها الشكوتين هم كذا وكذا فقط اتمنى ان ده يحصل بكرة او بعده يعني قبل يوم الحد لانه يوم الحد مباراة يعني محدش يبقى فاضي للكلام السبت وللحد محدش فاضي ولا السبت نهاية دولة ابطال اوروبا نهاية دولة ابطال اوروبا فيعني اتمنى الجمعة اجازة كابت النهاردة فيتوريا خلال مؤتمر وقد نبع عليه انه يقول ان الحياة منتظمة لكن الرجل يربق بنفسه انه يكون الا يعطي مصر اللي هو شايف اسمها وعاش في منطقتنا وهو مشكوره قال ايه بقى فيتوريا ان هناك من الموهوبين واللعبين بكفاءات عالية جدا لكن لا توجد مسابقات ولا نظام نقص ايه عارف افلام الكومندا من حد يقوله اسكت اسكت اتعنور يا جدع اتفي فريقها وممثلها بيلعب نهاية افريقيا ازاي يلعب ماتش بعديها بتلات ايام تسيبه يلعب يوم 11 وعشان برضو الراجل بيفهم عشان ما حدش يحاول ان فيتوريا فجأة بقى اهلاوي بيتكلم عن المنتخب ازاي تترك منتخب بلادك يلعب بعد ثلاث ايام بينما منافسك الذي يمثله الهداد بيلعب يوم 16 وانت لا تحرك ساكنا ضيف بقى بص واحذر من الاصابات لا تسألونش عن الاصابات لا واحذر النهاردة احنا بديتكلم عن المنتخب تحديدا لانت بتاعب الكرداشا منتخب كندي اهلي انت عندك تم اللاعبين لهم البيلعبوا يعني انت عندك 11 بيلعبوا تمانية منهم مصريين و3 محترفين بيلعبوا في انتخبات بلادهم ممكن ياخدهم مهابر لوا برسيتا وقاليو ديانجو وعلي معلول هذا السلاسي بيلعبوا منتخب بلادهم وعندك التمانية الباقيين في منتخب مصر فالله يكون فعونه صراحة بصراحة كابتا السلام بيان من وجهة نظري بيان مخيب للامان انا كنت اعتقد ان المتحاد الكرة هيكون يمتلك الشجاعة ويعترف بان هناك اخطاء وانه هيعالجها ويتعلم منها ويتم اتصال ما بينه وبين اتحاد دول المحترفين وانه كلام ده مش هتكرر لانه قرر يعمل غرفة غرفة فد منازعات هو بيقول الغرفة موجودة واحنا بنناقش طبعا ده كلام صادم ما يصحش لانه ناس برضو متابعان اذا كنت تعتقد انه هو مش هسمعوا الكلام ده ويخدوه ويقروه برضو ويحطوه ممكن يردوا عليك او ما يردوش عليك لكن اعوز اقول لك ممكن يرسلك قيمة بجملة المشاكل الموجودة عندك مش في الاربع سنين في اخر عشر سنين بامانة شديدة كفيلة مش بتشميع الكورة المصرية كفيلة انها تقفل الكورة المصرية بحجم الاخطاء الكبيرة جدا في التعاقدات ما اي حد يفكر يجي هنا وبعدين عاوز اقول لك على حاجة ده انت حتى كالتحاد كورة بتتفرج وعلى ما يبتو انه البيان بتاع التحاد الدولي هز مشاعرك لانه لمس بعض الحاجات انت مش تقدر تكلم عنيها انت تخاف فانت طالع تبرر وبعنات شديد جدا وبمكبرة على اي اساس لا يوجد اساس لها انا يعني انا اسف بامانة شديدة وبقول الانتحاد الدولي احنا اسفين على اللي بيحصل ده مش عارفين نعالجه ازاي لانه ده شيء متكرر وممكن انتحاد الدول يبقى فيه قرار من الفيفا نفسه بتصرفات ضد بعض اللي مشاكلها اصبحت حاجزة مكان اساسي في لجان فض المنزعات والخلافات المتكررة بصورة كبيرة جدا طالما انتحاد الكورة لا يملك حلول ولا لديه غرب فض المنزعات ليقاف مثل هذه الامور وصير بصورة قانونية مرتبة وعندما تفشل هنا عليك ان تلجئ في النهاية الى الاتحاد الدولي لكن اذا كان هنا محد سأل فيه وما حاولش يديك حقك كثير من القضايا دفنت وكثير من الحقوق لم يأخذها اصحابها فبأمانة شديدة لا انا باعتذر بأمانة الاتحاد الدولي فينا على هذا البيان بيان هزيل ضعيف حاول بصورة ان انا ابيض الساحة بتاعت انت صوتها بالكامل وهتعمل نفسك مشكلة في الايام الجاي مش هيقدر يا كابتن اسلام مش هيقدر يعمل السيد محمود عايز ان يبقى عنده ردود قوية من نوعية انت بتقول ايه ليه لانه هم علموا وعلى فكرة حكاية الترخيص فرضت فرض لانه المرة دي بقى مش هيبقى القرر بس هيبقى المحلي كمان بمراقبة الكاف والفيفا لانه عارفوا ان الكاف برضو ساعات بيعدي له حاجات للاتحاد المصري وبالتالي الفيفا بيراقب عشان ما يبقاش عندك حاجة لوحدة كانت غير كل الناس وبالتالي وهم مش هيقدر يرد الردود دي لان المطلوب مش نقطة ومش هنعمل كده تاني ده عايز منه ضمانات ان يحل ما هو موجود وان يقفز على ده ويسلمه بعد كده في رقابة شديدة قد تضطرنا بكل اسف زي محمود ما بيقول وانا بشاركه هذا الاعتذار للاتحاد الدولي للرابطة المحترفة لانه بعد كده كل شيء مراقب ما عادش تاني يشكو نادي فلما يسأل الاتحاد الأهلي يقول له لا لا كلامه مصحيح كل ده قد يفرض وصايا جديدة وانا بقول له حضرتك على الكرة المصرية انا هنتظر انا شخصيا هنتظر لانه قد يكون هناك حل من وجهة نظر الاستاذ عسام برضو الاستاذ محمود فيما يتعلق بمؤتمر صحفي قوي مؤتمر صحفي يكون فيه كلام او فيه اثبتات للرد على كل الكلام اللي حضرتكو اللي حضرتكو كالتحاد كرة كاتبينه ولذلك انا هنتظر ولن اكون مع الستاذ عسام والستاذ محمود فيه موضوع الاعتذار انا سنتظر ان يكون هناك رد قوي من اتحاد كرة انا ننتظر معاك برضا ماشي ماشي هنعمل ايه بص في الحالات دي عشان بس في اخر يعني حاجة اقول لك في الحالات دي في كل اتحادات في العالم لابد ان هو يبعى عارف انه ده رقيب دولي ما ينفعش تتمحك يعني ما ينفعش يبقى بينك وبينه وبينجي بونج لانه اللي قاله ده نتاج تحقيقات وادلة لديه اذا انت مطالب بالمؤتمر ده مش بس عشان تقوله عندي ولا لا وعلشان لو كان عندك تسلم له المتهمين في صورة لقد عقبنا فلان طهرنا الاتحاد من سين وصدوة انا مكلمة جد كل الاتحادات في العالم بتعمل كده الجريمة المرة دي مش هتمر من غير متهمين يا استاذ محمود مش هتمر وإلا ستقع تحت وصايا شكلها وحش اوى يا كابتن طيب عموما كان كلام مهم جدا سننتظر خلال الاسبوع القادم ماذا سيحدث من اتحاد كرة القدم في هذا الامر خصوصا ان احنا الجمعة اجازة والسبت والربطة الاندية طبعا الجمعة اجازة والسبت مباراة نهاية دوري ابطال اوروبا في محدش حيبص الحد نهاية دوري ابطال افريقيا محدش حيبص هلبتدي من يوم الاثنين فتمنى ان بكرا يكون فيه بالفعل او يدعو اتحاد كرة القدم المؤتمر صحفي للرد على كل او بلاش للرد على كل على النقاط الخمسة اللي هم كتبوها بالادلة والاثبات خلالنا نطلع نشوف هذا التقرير اخر الاستعدادات النادي الاهلي لمباراة الوداد عشان نرجع نتكلم عن هذه المباراة الهمة تحت الشعار لا بديل عن التدويج باللقب الافريقي استأنف فريق الاهلي تدريباته الاربعاء على ارض ملعب مختار التيتش عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لللاعبين بقيادة مارسي الكولار والتي استمرت لمدة 24 ساعة حيث فضل الجهاز الفني ان يمنح اللاعبين قسطا من الراحة يوم الثلاثاء خوفا من اصابتهم بالاجهاد واستأنف الفريق تدريباته مباشرة يوم الاثنين على ارض ملعب مختار التيتش بالجزيرة بعد الانتهاء من مواجهة الوداد المغربي في المباراة التي اقيمت مساء الاحد على ارض ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهاي دوري ابطال افريقيا حارس كولر والجهاز الفني المعاون له على تصحيح اخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال مواجهة بطل المغرب كما تحدث كولر مع لاعبي على ان مثل هذه المباريات تحسمها انصاف الفرص وان من يهدر كثيرا هو من يندم في النهاية كما تأكد مشاركة محمد الشناوي في مباراة الاياب امام الوداد المغربي على استاد محمد الخامس ليحرس عارين المارض الاحمر في تلك المواجهة الهامة والمرتقبة بعد ان ابعدته الاصابة عن مباراة الذهاب من المنتظر ان تسافر بعثة الاهلي الى المغرب غدا الخميس وفقا للموعد الذي حدده لسويسري مارس الكولر طيب استاذ عصام وستاذ محمود برضو عايزين اتكلم عن هذه المباراة وتوقعاتكو طبعا لمباراة الاهلي والوداد في هذه المباراة الهامة جدا والنهائية والمصري انا اتوقع ان كولر شغله الشغل دلوقتي وهو كان افصحا ده في الشريحة اللي هو فيها اللي هو شايف النادي الاهلي منها اللي انت بطل القارة وبالتالي انت تماثل ابطال قارة اوروبا الريال وغيره وبالتالي المباراة اطلق الرجل صيحت انها 180 دقيقة وقال ان النتائج من صفر صفر لاي نتيجة فائز او خاسر لكن طبعا بيضاف لك انك بتحرز اهداف مش عشان كسبت لكن اعنا برضو عندنا ثقافة يمكن قليلة شوية مع الاهلي لكن هي ثقافة مصرية فكرة اتنين صفر احسن من اتنين واحد هتلاقيها ايه عشان اذا جي جون مثلا يقول لك ايه ما احنا لسه عندنا جون زيادة بسبب اللي لازم ينتهي في افراقيا الحياة زي اوروبا اللي هو ما فيش حاجة اسمها جون بجونين دي ان شاء الله تنتهي وبالتالي الراجل بيتكلم عن ان النادي الاهلي يستحق ان يكون هو المسيطر زي ما حصل هنا بارقام في الباص وفي السيطرة وفي كل شيء على اللاعبين ان يؤدوا وهذا ما اكده محمود الخطيب لما راح ظهر الفريق الباقي بقى في القدريات بحدش له دعوة ما دون ذلك بقى كسرت العرضة والقائمين الراجل الحكم واحد مسكه بيده كده وبالعند فقال له لأ قاوت مش ضرب الجزاء خلاص بقى ازعل منك ليه كلاعب لكن على اللاعبين انهم يؤدوا بنفس الاذاء وانه بعض الحاجات اللي كان فيها نوع يعني من ان الواحد يقول لك اصدقى كسر اصدقى عمل ما ده برضو اللي يكسبك هو بيصلح نفسه مع مديره الفني وقول لك ان الراجل طالع الاسلام واعش واصام ومحمود ايه اللي بيعملوه ده ده راجل من شريحة كبيرة وعارف حجم النادي الاهلي اعتقد ان في التسعين ديئة تانية ان شاء الله في مركب محمد الخامس الاهلي كف والوداد ايضا هو فريق كبير محدش يدر يقلل منه برهن على انه النادي الاهلي يملك ادوات العودة بالكأس لما لعبوه كالعادة يلتزمه ويصححه بعض ما يجب ان يصحح مع الراجل كولر غير كده ما تقدر الحكاية مش توقع من يفوز يعني وإلا بالارقام الاهلي لكن هو فيه بس غضادة حكاية العشر القاب والاربع مقرات فكل عد بقى شايل منك ومؤسسية ويا اخوة الخطيب ده اللي ما بيعملش كل عاجة ده محسم غالي ومرتاجي وعمري وكل واحد وطارق انديل ومحمد شوقي يالمجلس يعني كل واحد بيعمل ده والشباب ده بيعملوا ادوار ده ايه ده ده كذا ده هنا ده مفيش واحد بتكلم لو واحدة عشان لو مثلا تاعب واللي عنده حاجة خاصة النادي يتوقف او شيء كل ده عامل غضادة حتى دون انتقص ده يعني داخليا وخارجيا كمان ايه بقى انت تفضل انت بقى البطل بقى سيبولنا حاجة وبعض الزملاء في الوطن العرب كانوا بيقولون كده ولو على سبيل اللي بتسامع كابتن ما تسيبولنا حاجة بقى وفي ايه على مستوى المنتخبات لما بتبقى متقلقة او على مستوى النادي الاهلي مع الارقام افريقيا وعربيا وحتى محلين فيقولك يا عم بقى خفه بقى شوية فيابدو ان دي عاملة ضبابية شوية فبتعمل وكأن الاخر عايز يقولك ايه يا عم ما مش هيكر حاجة يعني لو وقف عند عشرة منت هقرب حد ليك بالنص يعني يا قلت الله تبقى الكونفترالية يا واقعة كمان حتى الكونفترالية ابطالي الكوس عنده شهلة منها فده برضو حاطت على اللعيبة يعني عب انه بيواجه اللعبين ومش بس الجمهور وبعض العاملين على يعني شاطئ اي نهر كرة القدم يعني فنتمنى بقى انه في ظل وجود ناس كتيرة وانا بقى اقولي برضو لجمهور الاهلي ما تقلاش المرة دي الشركة الايطالية احساسي انه محدش هيقدر يعني يعني يخلي الضباب بزيادة لان الشركة دي جا تاخده الصبر ليجو دفع فلوس اما حاجة عندها ان المسابقات تبقى منورة وان التحكيم ما يبقاش على البحري هنتكلم في القصة يا شوز محمود اعرف رأيك لا طبعا يا مباراة طبعا في غير الصعوبة وانا شايف ان المباراة دي امتداد من مباراة النهائي الماضي يا كابتل اسلام هيلعب فيها عاملين او ثلاث عامل مهمين جدا اعداد النفسي اللي يوم به جهاز الفني وقدرة نصر كورو انه قول اللعيبة من كلام اللي يعني بتقال انه انسى المباراة اللي تمت في القاهرة وانك انت رح تلعب مباراة خلاص نهائية هي تكرار لمباراة عشرين اتنين وعشرين اعتقد انه الخبرات اللي اكتسبها لعبة الاهلي الاداء اللي عدوه في مباراة القاهرة صح يعني كان فيه عدم توفيق في بعض الفرص محدش يعرف هي دمعا يعني اوز اول نتعلم من الدروس كويس جدا يبقى عندك الجهاز الفني والناس تقدر تجاهز اللعيبة بالصورة المطلوبة انا شايف ان الوضع افضل من نهاية المسم الماضي في حالة تركيز في ما فيش كلام في حالة من الهدوء بامانة شديدة انا لا اود التحديث عن التحكيم تحت اي ظرف من الظروف لانك انت بقدراتك وادائك والتجارب يعني مش عاوز اقول انه يعني مفاجأة كان الوداد في مباراته مع صندووس كان مفاجأة للكل وللوضع ويمكن شوفنا تصرحات فاندبروك يمكن نهاردة او قالها يوم من يومين وقال لنا عندي خبرة اكتر من كولار واننا في افريقيا متميز كلام ده يعني كلام متكرر لكن لعبت الاهلي هم الحاسمين لهذه اللقطة طبعا قابلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون حالفهم في المباراة الهدوء عدم الانجراء لمسألة الاستفزاز هيبقى في حوالي الضغط عليك بشكل آخر طبعا الجمهور عارفين احنا طبيعة التشجيع اكيد احنا تعاملنا مع الجمهور ده مرة واثنين وثلاثة فانفيش المرة دي يتقول لي الضغط عليه لا انسى الجمهور حط يعني فدانك زي ما يقول حط فدانك ايه اطنتين كده وانسى خالص تركز في لاعب مع لاعب هي مباراة ما بين 11 لاعب و11 لاعب الهيب عنده القدرة على خلق الفرص المباراة عاوزة روح قتالية عالية جدا وعدم السلام عدم فقدان الامل العزيمة الاصرار كل هذه الامور اعتقد انه الاهلي بخبراته جهاز الفني والدعم المتواصل من ادارة النادي طبعا يعني زارة الكابتن محمد خطيب لا شك والكلام اللي تقاله حسام غالي عرس البعثة المجلس اغلبه مسافر اه طبعا واعتقدون واتمنى ان شاء الله ان يوفق كلها في يعني البحث عن صغرى جديدة تستطيع بها ان يصل لمرمى الوداد موكلة لباك الحسابات وقلب التربيزة على البلجيكي وتبقى ما شكاله عاوزة اقولك ما فيش مباراة سهل ممتنع اصرارك ورغبتك هي اللي هتكون الفيصل في المواجهة بتاعت يوم الاحد كلمات اخيرة يا سيد عصام واسيد محمود يعني لازم جمهور النادي الاهلي يكون مطمئن لازم يعرف انه هناك ما يبنى عليه لازم يعرف انه الجملة الجميلة بتاعت النجم المحبوب عمرو عبدالجليل بلاش نقول دعونا ننسى اخطاء الماضية حتى ونرتكب اخطاء جديدة العيب ده والكوتش ده وادارة النادي التي احيانا ما تعترف بشيء ناقص لكن مرادة فيش حاجة كانت ناقصة غير زي ما قال محمود انه بعض الفرص لم يتم اغتنامها طب ما هم هم دول اللي جابوا لك فرص كده الراجل وصل الفرقة الراجل ضبط الاداء وبالتالي يتبقى ان انت تبقى مؤمن بدا وما تقولش ان اتنين واحد دي قليلة اللي بيزن عليك يا جمهور الاهل ان اتنين واحد دي قليلة يعني بيزعلك قوي حيث يجب ان تكون سعيد ان فريقك تفوق عدديا فيه كل المواقف التمرير والسيطرة والاستحواز اللي بيطلع له هالدها الاخوة المعلمة يقول لك واحدة من افضل المباراة بس الواحد دي يا اخي وقوله حاجة زي كده اللي يجي لك ويقول لك ايه هو ان يقول بقى للراجل المدير يا الحركة دي غير الحركة دي ازاي يعني يا اخي يا اخي انتو ايه بتعمله كده ليه مع النادي الاهلي ده غير الاستضافات غير العادية لكل ما هو اشقاء مغربة يا اخي دي انا بتحك مع بعض الزملاء ومعتقدش انا الواحدة تلاقي محمود وابراهيم وكل زميلنا بيقول لك يا عم بتنجمونا ليش عليه كنتو كل شوية تدخلونا والله بتسهلونا العم يعني ايه كل شوية تجيبوا تقول له مين اللي هيكسب وانت شايف الاهلي ايه اللي نقص عنده طب الوداد فيقول له يا اخي انا مش جاية تكلم عن الوداد الاهلي ده اللي انا مش فهمه قول لي ايه هذا الاعلام محمود لو انا غلطان اللي طول الوقت يستضيف الاخر يعني شيء غريب جدا لما تصر احد قنوات الاندية بعد المباراة على اكترار ازمة ومحاولة لتصدير المشاكل بصورة او باخرى وصناعة ازمة لم تحدث هل يجوز لا اجد مبرر لصبت المجلس الاعلى للأعلام او الهيئة الوطنية للأعلام على مسهوة كأن الامور تسير على هواها امر في غاية الخطولة جدا ان يخرج شخص غير مسئول ليطلع ويقولنا انها اعتزل تعتزل علي اذا كانت ضيوف نفسهم ما قالوش انه في مشكلة وده امر طبيعي جدا ايه الهدف يعني ايه الهدف يعني مناش بيعتش من اللي حصل في 2018 معه متش الترجي جاي تكرر نفس الازمة ونفس المشكلة يعني انت مثلا انا عاوز اول بتتحدى مثلا من جمهور الاهلي يعني انت طبيعي جدا ووقت اعتقد ان جمهور الله هينسك الكلام ده ايه الهدف من المصحة اللي طلع قالو ان البلد على المحك بسبب كهرباء في فيديو غالبا في العرب ومش مش شريط الاصل طلع في واقعة تانية اقول لك اصلا انا عايزين نعرف انا عاوز اقول حاجة هي دي تنفع ولا لا امور الاني روح يتفرج ازاي يعني ازاي انا عاوز اقول لك على حاجة انا معاك بس عاوز اقول ليه الهدف ايه الهدف من الاشعال الفتنة يعني انت عاوز توصل لايه يعني ما تحصل كرسة ومصيب انت هتنقل منها يعني انت هتتخذ عشرة دوري وانت مؤهل للحضاشر والاميرة الصمراء ووقت بكذا دوريات ومش عايز الاخر يبرز اي حاجة من عنده مقابل ده يبقى انت لازم يعطلك طبعا خلي بالحضرك يا استاذ محمود يا استاذ عصام جمهور المغربي جمهور محتق يعني جدا يحبوا الودات جدا وحيدغطوا على النادي الاهلي بكل الطرق حقهم حقهم ولكن انا متأكد ان هناك سيكون هناك مقابلة كبيرة جدا لكل بعثة وكالعادة يعني زي ما كنا بيحصل في المغرب وحنا في كاس العالم للاندية والاستقبال الرائع الحقيقة ولما كابتن محمود تعب وجاله الاستاذ فوزي لقجع وعملوا كل هذه الامور وبالتالي العلاقات ستظل علاقات جيدة لانه الكبيران او الكبار عندما يتعامل بيتعمل بلغة الكبار ده المزعج محمود يقول لك عاوزين ايه هم بعيدا عن انا اسف ما انا عاوز اقول لك على حاجة عن الكلام السهوية ده كابتن اسلام اللي بقول الكلام الكلام اللي بيقال يعني لا 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 لو جينا سردنا قبل كده على مواقف حصلت مشكلة بس ده مش هتحصل تاني لا انا بكلاما لو جينا سردنا على مواقف تعرضنا لها برا الناس هتزعل صحيح احنا ما بنقولش كل حاجة لانه ده قدر الكبير ها قدر مصر كده صحيح وقدر الاهل كده فانا عاوز اقول ايه ما هو الهدف يعني انت بتدري فشلك ويحبطك في مين بتحول يعني يعني بعمر غريب جدا ما انا بقولك الى متى يستمر هذا الحقد يعني عاوز اقولك حقدك هيكلك ولربنا هيريد هو الاسيد لازم تؤمن ان ولادة ربنا فوق اي حاجة صحيح لكن انا حزين على حاجة هل لو صدر هذا الكلام في قناة النادي الاهل وطلع حد وقال يا جماعة اللي حصل كذا كذا يعني هل يجوز برضو وبعد البرامج وبعد الناس بتدعي لها الحيادية تروح تجيب اللقطات وما تتكلمش مثلا على اوتو بيس فريق التراجل لما تكسر هنا وما جابوش حد حد فتح بقه معاو امر غريب جدا هل الاهل بقى مستباح بالصورة لا انا بقوله ومحظر انا بقوله هو بحظر للجمهور وللاهل وللأهل ولإدارته وللناس اللي فيه حدود فيه صبر حتى ينساح الأزا يعني ايه بيعد المرحلة لانه عنده هدف سايل فيه وصفينته عاوز اتكمل عاوز اتصل للميناء وان شاء الله انا بقولك انا عاوز اعرف ايه السبب اللي يستمر الامر غاد كده حيث لا يمكن ان تكون كريما زي ما قال محمود مع واعد جايب لك لقطة من الشريط الاصلي وحلو اوح كانت الشريط الاصلي وقولك ايه نروح نسأل بيها كابتن سيد عبد الحفيز طب ما سهلتش على التانية اللي ده انت التانية قلت ان الحياة تتوقف امام اللي هي اصلا برا كل القواعد والاعراف يا جماعة بلاش الكرم الحاتمي ده ارجوك يعني فعلا لانه اللي انتو ما تعرفوش ان عدد الحاجات مالوش دعوة انت قلت عليه ايه ليه دعوة بالرقم اللي ده قال له والرقم الكبير بحجم النادي الاهلي دائما كبير يظل كبير وان شاء الله يا رب كل التوفيق لنادي الاهلي في المباراة القادمة هذه المباراة المصيرية التي ينتظرها الجميع ولكن انا بقول لكل اللاعبين خشوا هذه المباراة بدون اي ضغوط بدون اي ضغوط نحن الابطال وسنظل الابطال لان النادي الاهلي هو النادي الافضل في افريقيا حتى هذه اللحظة سواء من الناحية الفنية من الناحية البدنية من الناحية النفسية من الناحية الرقمية زي ما الاسودة العصام والاسودة بحمود قاله وبالتالي نحن الأبطال فلنلعب مباراة الأبطال إن شاء الله يوم الأحد القادم والنتيجة يعني بحده ولانا ولا الأسئلة إحنا نكتهد ونأمل كل اللي علينا عشان إحنا كجمهور نطلع نسقف لكو إن شاء الله نكتهد ربنا يكرمنا فيه المباراة النهائية ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة ليستحق أنه لي الأهل إن شاء الله أنه يفوز فيها بعد هذا المجود الكبير اللي بيبذله اللي بيبذله يعني اللي عابون خلال سنة كانت طويلة جدا 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 وصعبة جدا جدا كل التوفير للنادي الأهل في مباراة يوم الحد القادم ومباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن السلام شكرا استمتعنا بوجودك شكرا جزيلا أستمتعنا بوجود حضراتكم كانت هذه حلقة نهاية الإسبوع في البيت الكبير إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاثنين ويا رب يكون كل الخير معنا يوم الاثنين القادم أنا بشكر حضراتكم إن شاء الله ننتظر حضراتكم بعد مباراة نهائي الفقه شوفكم على خير